يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يصلون يهزؤون بهم وأن اليهود فعلوا هذه الفعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم فأنزل الله تعالى هذه الآية هذه واحدة وقالوا كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود قد قاموا لا قاموا الله لا يئيمون وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا وقالوا في حق الأذان لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم فمن أين لك صياح مثل صياح العير ما أقبحه من صوت وما أسمجه من أمر فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابا من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلوا هذا الكلام نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بس أنتم تعلمون بأنه اليوم يوجد هناك من يهزأ بشعائر هذا الدين يوجد هناك من يهزأ بتعاليم الدين يوجد هناك من يهزأ بك لا سمح الله إذا جئت إلى المساجد يوجد من يهزأ بك عندما تضعين الحجاب يوجد من يهزأ بك وتزخر لما أنت تلبس المانتو ويقول لك كبرك عشر سنين يوجد من يقول لك يا أخي أنت ملتزم بالدين وهلأ بشبابك روح دور على شبابك بعدين تطلع على الحج بس يصير عمرك ستين سنة بس يصير سبعين يا أخي لسه فاتح لمصحفك من لحقك لسه أنت رايح على القرآن وجاي على القرآن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود اليوم وسيبقى موجودا إلى يوم القيامة بس التعاليم التي نزلت من أجلي وأجلك الله عز وجل يقول لا توالي هؤلاء والي الله ورسوله والذين آمنوا ولا تتخذ أحدا من هؤلاء أولياء إنهم جعلوا الدين هزوا ولعبا وها هنا وقفة مهمة أيها الإخوة هل يجوز لمسلمين أن يخبر آخر بطرفة عن شعيرة من شعائر الدين؟ يعني نكتي عن الصلاة نكتي عن الحجاب نكتي عن الزكاة نكتي عن القرآن الكريم حيث يضحكوا الناس مما ورد في القرآن الكريم أو يضحكون من الحجاب أو يضحكون من الصلاة مهما كنت لاعبا في شيء فإياك أن تلعب بدينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر